حكيت حتى عهيد في القساوة دي الأباء إلا هذه الحكاية مش قساوة ولكن التقزاز إن أصح تعبير والشمئزاز والجهل والكفر وجميع الكلام اللي ما يعجبكمش والسلبي جميع فحاشا واش يكون أب الليلة هو أب لأنه الأبو ويا سادة الكرام كالتعطاء لمن يستحقها قولا وفعلا ولو غير فعلا أو لا غير قولا حكيت الليلة والله ما عارتمي غادي مبدأ لكم القساوة والظروف على جنين من ثم طفلة إلى أن أصبحت إمرأة اليوم شوفوا أنا ما غاليش نكتر عليكم وغادي نقول لكم بقوا معايا في هذه الحلقة اللي غادي تنسيكم فهمكم وفي مشاكلكم كيف مكاينين سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب السلاميلي كانت من لكم تكونوا بيخروا على خير أموركم هنية أحوالكم طيبة مؤنسة دياركم عادت إليكم من جديد وكيف العادة فقبل ما ندخلوا في حلقة الليلة عفاكم اللي قالت حدا والدي باش يسمع عاد القاسة ولقيت حدا والدي ذاته من الأحسن تكون بوحده ويسمع لها لأنه فيهم شي مصطلحات وفيهم شي أمور اللي تقدر تخليكم ما تكونوش مرتاحين حدا شي حد انتم مضايرين به فهم الأحسن تكون بوحدك وسمعها فأنا حاولت ما بإمكاني باش أنا ننقص بزاف ديال العبارات وبزاف ديال الأمور لي ما ندخلوش معاكم في هالتفاصيل ولكن غير سمحوا اليوم ما تديروش منقلة السواب هذا هو الواقع انتح حكايتنا ما عندنا ما نديرو ليه أخير ما تتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم يالله لنبدأ أنا فاطيما حليت عيني على ماما اللي فاش غادي نكبر غادي نكتشف اللي أنا و تزوج بيها بابا من عائلتها من واحد العروبية ومن اللي نروحها للدار وبدأ يتعدى عليها ويتكرفس عليها هي غادي تحمل بيها في السبع أيام اللولة من زواجها خلاها ومش يخدم برها في المدينة ومن اللي نرجع وعرف بلي أنا حاملة ببنت اللي هي أنا غادي نتاقم حيثش ما تيحملش البناز وهجرها وخلاها ووالداتني ومشها لمدينة وحدة أخرى تيخدم فيها باش ما يقلب عليه حتش يحد وغادي تعرف على مرأة وحدة أخرى وغادي يعيض على وليديه اللي غادي يخسر عليهم تليفون واحد قالوا أنا ما تليتش بغي ديك اللي عندكم تماما لا هي ولا بنتها شوفوا كيفاش تفكوا منها حيث أنا تزوجت فعلا تزوج وقدم رسول العروسة الجديدة وكذب علاه هي وأهلها في المعلومات عليه باللي مو كبيرة في السن وباه ما تيمشيش واختوك تقرأ وعطاهم معلومات لي هي غلطة على رأسه وعمره ما قال لهم باللي أنه كان مزوج وعنده بنت اللي هي أنا فاطيما غادي تهزني جدة أنا وماما اللي كانت حتايا قبيحة جدة ودتنا عن جدة الأخرى اللي هي أمت ماما غادي تقول لها يلا زيارة عند أهلك ماما أعلنتها مشات معها والأخرى خرجت وخلتنا فاش ماما قتليها نرجع معك قتليها جدة لا غير خليك حتى تشبعين من وليدك في الآخر فجأوها بالطلاق وقالوا لي يا را والدنا ما تلاش باغيك أنا من بديت كان عقل شوية ماما غادي تهزني وتديني عند اباها في العربية حتى شباها ومها كانوا مفروقين بمعنى نمشون نعيشون معها جدا ومرتوا واحد شوية ولكن من شافت تعدو الظلم غادي تخرج تكري واحد البيت في واحد الدوار ودتني معها بقى كان عقل على شي حويج اللي خيبين ومزوينين أنا والوالدة كنا نمشون للسوق ونسرقون من عند هذا بطاطا ومن عند هذا ماطيشة لكي نقدروا نعيشون شيامات كان عقل على راسي كان نمشي أنا وماما هذه الخنيشة وكان طلبوا في ذاك الوقت بابا كان باني حياته مع واحدة اخرى ووالد منها وياما سعيت أنا وماما وطلبنا في الديور وفي الدوار يخرجوا لنا أتي والسكر وخبيز وتناكلوا ويعطونا ذاك الشيء اللي يقسم الله يحويج يسكر أي حاجة تجمعها ماما وكتجيبها للدار شيامات تنعقل على راسي ماما كانت تخليني وكتخليلي يساري تنتع ذاك البيت وكتمشي تخرج الموقف كترزق على الله أنا كمقام لوطان مرر كممشي عند درجة اللي كانت تقريبة من البيت ديالنا اللي كرينا وشوية كانت مقرسة في ذاك البيت بوحدي كانت تنعقل على ذاك البيت كنت تنعقل على بزاف ديال حويش بحال مثلا ماما خدمت شيخة وشي لقطات عندي من طفولة ديالي اللي كانوا خايبين غادي نتعرض لمحاولات اختصاب شحال من المرة منين كنت مع ماما من طرف الخاليل ديالها كانت بعلاقة مع واحد اللي ما عارش صراحة وش كانت أنا ذاك في طريق الفساد او لا كان غير ذاك الوحيد اللي بينه وبينه وشي حاجة ما عرفتش بقى كان عقل منين حاول انه اختصبني عقلت على راسي مشيت كان جريل عندها وكان قوليها بللي ماما هش نوقع وانا ما عرفهش بللي انه ذاك الشي اللي وقع راشي حاجة اللي هي خطيرة ولكن هي ما كانش ردة الفعل ديالها طبيعية وبدتك انضحك وضوزتها ديالي في الداكرة عندي بزاف جال حويش بحلاكة وكلهم لقطات حيث كان العقل ديال الصغر ما بين ست سنين خمس سنين شيامات امر هادش بديت كان عقل انا وماما كانت كتشدني وكتطلع عن السطح ديالجيران وبدتك تخبيني حيث بابا تيقلب عليها باش انه ينتقم منها ويشفرني لها فبالمساعدة انت احد خالتي خادي يقدر يشفرني لها كانت قلت ذاك خالتي الماما سأدي معي فاطمة تشري شي حاجة من الحانوت جاء بابا واخذاني لوقيتها اللي انا شفته تخلعت حيث في حياتي عمرني ما شفته حتى قدرت سبع سنين وشي حاجة حيث نار خرجنا من الدار كنت انا ما زال عندي هرش شهورة يجرني باش يديني معاه بديت كامبكي ومعرفتوش والصراحة كينباين وجهه من اللي انا وجه الشر سبحان الله العظيم من اول اللي قائلية معاه مارسحيتش لي فاشعطاتني لي هذك خالتي غديمشي عند ماما ويقول لي ها ارانيت يوحشت بنتي بغيت نشوفها وجيت نبديها حيث اشتوحشتها ماما مابغتش ولكن ستعلي في حيات التوموبيل وجا دخل اختها طفني بحيلا كي خطفك شحد غريب وانا مخلوعه وكان غوت وكان ضل في التوموبيل وكان تمرخ غديمشي حتنا عند واحد عمي اللي دوس عنده مدة طويلة تكون شي شهورة كتار تل واحد النهار غديمشي توقفها لي يا ماما عند هاد عمي حيتاش عارفات البلاصة كان عقل ديك الساعة غديمشي تشد عمي وتقول ليها تقليد عليك افلان فاطيما رافع عنقك بنتي امانة عندك ما تعطيهاش الباحثش قبيح وغدي انتق مني بنتي كانت عارفها انا ذاك انا ما كونش عارفة بللي انه ماما فيها المرض الخبيث السرطان وديك الوقت كان جاتو هزا معا واحد الوليد وقالت لي يا شوف يا فاطيما دراه ولدي وولدته معاشي واحد اللي دوجات به وقالت لي بللي انه حتى انا رانيهش في العداب قادي ينهز تخويا ما بينيدي ومبقى نبوز فيه ونضحك معامي عمي ومرته كانوا يتتعاملوا معايا مزيان بابا مره مره كان يجايند عمي كي يخرجني مره مره ويقطع لي شعري بحال الدري عمرو خلاه لي طوال واحد نهار غدي يقول لي غدي نسولك انا وعمك ومرت عمك تختاري فين بغيتي تعيشي وتقلسي واش معايا انا بباك واخوتك ولا مع عمك ومرته وبنتهم شوفي فش يسولك هاد السؤال فاطيما اختاريني انا انا بالعقل دير صغر وما عارفاش بلي انا وببخ بيث وشلا امور غدي يسولني وغدي نقول لهم بغيت ببا ومن هنا غدي تبدأ حكيتي الحقيقية نهار قلت بغيت ببا بدأ العذاب النفسي والجسدي اذا دخل من الخدمة كان يجي عندي نيشان يضربني لماذا لم تسلمت عليها واذا سلمت عليها كي يعطني الدهن بوسها وفاش انتحن عليها تضربني ما كانش يحملني نهائيا غدي دخلني المدراسة اللي بسببها اليوم عندي حروق في الجسم ديالي كانت يكوني على الطباشر اذا جليتو او او اذا هرستو كانت يكوني على اي حاجة المنجرة اذا ملقى هاش بشكرتي كي عند ابني عليها واذا هدرت معاها مرت ببا تيقول لها ما سوقكش فيها هذي بنتي دير فيها ما بغت حتى تولدي عنتي وديري فيها ما بغتي حيث انا مرت ببا ولدت ربعان تعد درالي وكان عندها الشوق باش انا تولد بنيتها ولكن هو كانت يدير الفتنة ما بيني وما بينها باش انه ما تحملش عليها وما تحملنيش والتي يغيرها مني واللي يجيب لي بعض الخطرات شي حويش بالعاني انا وولادها باش يزرع الحقد بيني وبينها هاد الشي حتى كبرت عاد باش فهمته وفهمت معاه انه نجح في انه يخلي عما تحملنيش ولما هو كيخرج هي كانت تكذر بني واذا هو حضر هو ورا كي يتكلف واحد العذاب ديال بالصح اذا كان هو فضر وانا قاسا ما تندير والو خاصين هذي كتوب نحفظ واذا شي لتنحكي ليكم راها وانا مازال غير في الاول وليف الثاني ابتدائي يا ويلك اذا جا مر قانيش هذي كتوبي تخينوا ما يتيش يدني من شعري وكي يعطني العصانة على الكبار واحد النهار بقى كان عقل في الفطور قال سكي نشرب الحسوة وجوقف عليها وبدأت يضحك وقال لي يا فاطمة امك ماتت تصدمت بدأت يقول علي بوحد طريقة كي تشفها فيها بقى عقل على ذيك الحسوة ودموعي نازلين فوق مناتي تتقطروا عليها غادي تشدني مرتبة وقالت لي يا شوفي ما تتقيش به ارى هو كداب ديما كي يتفلع العباد الله هو اصلا غير كداب وعمره ما قال الحقيقة وفعلا بقى كداب ولكن ذيك النهار كان قل الحقيقة لغد لي غادي يأتي عمي ومرته وحزوني ودعوني نشوف ماما غادي يدخلوني عليها وهي كتتغسل وحتحت الدمرة على الصغور ديالي تكون عندي انا ذاك شي ثمان سنين دوز ديك الفترة وكتلقى نمرت بقى ديما جمع عركيباتي وتمكي وكانت تنخسس فرقنا كتجي كتقولي يا انتي كتبكي هذا البكى حرام اجي نعطيك العصاء باش تبكي حلال وكاننا كل هلكة من عندها عودتاني هو فاش تيجي كيهلكني بقيت مستمر بحالها كاك حتى وصلت لتسع سنين وامرت ابا كانت كتحزز ولادها وكانت تمشي لدارهم شهر ولا شهرين ديال الكونجي ومنين كان بغينا نمشي معاها باش حتى انا الفوج مع اخوتي تيقولي هابا لما تدياش معك حيش مشي بنتك خليها وخرجي سوقها اه هي كتخليني وهو كيستغلني انه يتعدى عليها جنسيا ولكن ما في خبارهاش فاش كيستغلني كيستغلني العربية عن جدا اللي عودتاني حتى تكمل عليها وانا صغيرة تيزيدني نسرح البهائم نغسل معا وزيد 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 سوف نصل الى السادس بسدائي والاب ديالي كل مرة كان كيستغلنا غير الفرصة في انه يتعدى عليها ومن بعد فاش كيستغلني كيستغل الموس وكيستغل فيها اذا قلت لها الممك زعمة مرتوحة انا كنت تنعيطها لاماما سوف نضبحك ونضرك في ميكاتك حلين ونضرك الطرق الفلانية ونضحك فيها طفولتي كلها دوزتها كوابيس بالنهار وكوابيس بالليل ديمتان احلم بيتي يتبح في مرتبة والتي يتبحني حتى ولدك الموس مشكلة حياتي او لا عقدة في حياتي درجة اليوم اذا ترى اي مشكل صغير تمشي كنغبر المس خوفا من انني يتبح به بقان عقل ونفس سوف نتحولوا من ذلك الدار اللي كنا فيها ونشو لحظة اخرى شوية كبيرة اللي فيها المجازات التحت والدار الفوق اللي فيها البرميار والدوزية مصطح وهنا بدأت معاناة جديدة سوف يخرجني من المدرسة حتى نضيت واحد النهار وزيت حويجين يلبسهم واكيد حتى شي حد ما كانت نوضني باش نمشي من المدرسة من غير الراسي فقط اذا كانت عندي العطلة كانوا تيفيقوني باش ننوض نشقى وانا في ذلك السن كنت مع المنطي بالخبز ونجمع ونصبان ونخمال ونشتر كنت وحدة اللي عندها عشرين عام ولا مازال في الطفولة ديالي في البداية ديال الطفولة ديالي وهذا الشي كان خاصني ضروري نديره اذا ما كنت اخلحت الى العشرة ديال السباح وإلا ما بدأتوش يا ويلي غادي ناكل العصاب الشطابة ناكل الحواج خايبين ديما كنت نحلم بماما اللي ماتت بغت الديني معها ويخطفني لها ابا ونخلني لها بقى كان عقل واحد النهار جيت عندنا مرت عمي مخلوعة وانا بقى عندي ثمان سنين مالك يكلا بس كنت نرى انا راني حلمت بمامة فاطيمة وقفت عليها وقعت لي شوفي الامانة اللي اعطيت كيفين هي ذهبت جيبها لي وقعت ليها الامانة راهي فاطيمة حيث انا قلت لهم التقليد فرقبتكم لا تخليها ابا هاب فشنو ضدك الصباح واللبس تحويجي وقدرت شكرتي في ظهري ستقولي يا ابا را ما بقيتش المدراسة اباك قال لك غادي تخدمي معاه في المحلات التحت كي يدير تجارة ما قالتش ليه خلي البنت تقرأ موالو نهار بغي خرج حتى ولدها وقعت ليه وقعت ليه اذا خرجت سأزحويجي ومشي في حالي من هذا الدار وهنا بدأ عادة بوحد اخر من نوع اخر وليت كان ابت المحل وانا بقى عندي 12 عام يلا دخلت في السابعة غير شهر وخرجني من المدراسة كي يخلي الحوانس مسدودين ويقني مع السبعة ونص ويقولي يا هفضة تخدمي تدير لي لديك شيء العبودية كن خدم في الدار ويحتفظ صنقاء ويقوم بتنين المحلات وهم مسدودين حتى يتعدى ليه جنسيا ويقوم نعود نرجع الى خسل حالتي وعاد هو تحل المحل والله العظيم اذا كله صبحت قريبا لدرجة الوليد كان ندير راسي بحيلة كان نخسل حالتي ولا ندير شيء غير باش مانا بتشتك الصباح معه ونبقه الراس في الراس ونتعرض لشي اعتداء وانا صغيرة عمو مرشي حد تعلمني انتصلي تعلمت بوحدي وخالده كنت كنت نديره غالط كنت نصلي باش انا وربي نجيني من هذا الاعتداء ديال بابا الوحش وكنت تمنى ربي يدليه طريق ديال الخير باش نخرج من وسط العائلة كل نهار كان هذا هو الحلم ديالي بقيت بحالها كاك حتى وصلت لسنة 15 سنة وانا نمشي واحد نهار عند مرتبة وقلت لها شنو هو الحل الوحيد باش انا ننهرب من بابا اللي تعطاني لسا ودك الساعة غادي نعترف ليها وقلت لها ركية تعدى عليها جنسيا وهي تقول لي انا غادي نهبط نواجهه انا اخفت انه يقتلني ولا يدير فيها شي حاجه حيث ديمتي يهددني ومعاوتي يصيد وعنده سلح في الدار بقيت كنت طلبها وكان نرغب فيها اعافك الله هي تاقت وما تاقت بدت كتقول واقه لا بصح واقه لا واحد ناخل الباب نسدو ديال المجازات وغادي يعيط عليها بطي انا مشيت عند مرتبة كانت ناعثة في اقتام النعاس انا مزاوقة ماما قلت لي غير السرارة ما عنده ما يدير لك ما عارش كيفاش شنوطر لها وربي قودها وتبعاتني وبقات في الدروج الفقانين وقد تسلطت غادي تسمعني تقول لها بحد مني انا راني بنتك ديرني بحل دك بنت صغيرة اللي عندك حيث شدادت عنده وما تديرش لي وما تعداش علي عافك يا بابا غادي تشوفه يجر فيها ويتغوت عليه نعلط الله وعالك بدأ كله يترعد وقال لها نعلط الله وعالك انتي مالي شنوه وتندير حيث شنوه حيث صراحة مالك وضع يا خيبة يالله تشد فيها وانا كنت كنت تنطر منه وهو يجعل الباب مسدود نتاع ذلك المحل وداني المحل وحد اخر اللي كان قريب وبدأك يوصي فيها ناري غادي تشوهيني ناري هذا شوفي اذا سولتك قولي كنت كن قوليك تجبدي لي شي فكتورات قدامين عندك تقولي اذا فتحتيني غادي نقتلك وانديرلك ونفعلك صافينا ما غاديش نقول غادي يمشي ضدن عند مرته ويبدأ يقول لها وانتي لكتشكي فيها وبحيلا بغي يقلب عليها كل شي بحيلا وزع مرة ما ديروالو من بعد غادي ندير ستاة سبعتاش العام كانوا يجو فيها بزاف ديالناس انهم يضروا باش يتزوجوا بيها نهارتي يجيتي يخطبني شي حد كنا كل قتلات ديال العصة وكانت تهدد في المجازة ويقول لي اذا مشيتي تزوجي ما غاليش نعارفك علمان انا وطيحرت عليها ويخلصني بحالي بحال خدامة اللي كانت سلعة ومنين انت نقول لي راني عيت وما نقدرش على هذا الشيء وسبع سنين دوزتها معك كندخل ذاك المحل بحالة تندخل الحبس المؤبد وتنخدم غير مع رجالة قليل درجة شمراء تقدم من عندنا سلعة تدور فيه ويقول لي انا هي الفعلة ما تنحرج عليك فابور كتتخدمي وكتتخلصي خاصني نتخلص ونصرف بيها على راسي وهو يصرف على أخوتي ويقرعون في مدارس ديال الفلوس وانا زوج ديال ريال خاصني نكسي بيها راسي واذا مش عجب ديال صندالة تقول لي خلصني فيها راني غادي نحيد عليك من الخلطة فيما كانت يجي شي حدي يخطبني انا تنقول اه ولكن هو كانت يرفض غادي ندير 18 العام وغادي ندير بيرمي من فلوسي وهذه الشي كله اللي تنقول لكم راني تنخدم في الطار وفي الصنقاء وكانت تعرض ما زالت الاعتداءات الجنسية من سبع ديال صبحت الاستادية العشية قدم معه لتحت في البيرو وكان اكل العشية وقدرني قدم الناس وكان يشير عليها بالاهلاء حاسيبة وكانت فيني قدم عباد الله وحد الضلم اللي كان شديد وكانت طلع الدار ثاني اذا لم تقيت وما طيبت العشية وما جفت الدروج في ذاك الليل وصيقت الصح كان اكل العشية من عند مرت البوم المهم انا بقيت بحالك اللي يخطبني وهو يرفض واللي سمع بلي انا وشي حد باغيني تحيد الماكلة مني اديه ويجمع الوقفة ومنين يكون تعدى عليها ويقول لي بابا انا اراني بنتك اراني بنتك تخيلوا شنو تقول لي انا والله العظيم اللي حشمت تقول لي انا ربك حق لي من واحد اخر ديما فاش تسمشي تسافر مرتباء وهو يجيب الشراب قدامي ويشعل القارو ما مره مازوج ويحط لي ويقول لي هاكي كمية شحر مخترد وقنم الشراب عزيو شنو بلا ما قدي نتيد لكم تفاصيل واحد اخرين باش ميدرقوا مش قلبكم ونسيت ما قلتش لك هذي الاب هذا مني دخلني انتبام والعنف اللي الخدمة ورغش يصاب الخدمة قبل ما نبدأ وهذا وكانك يعلمني احتكي كيفاش نغش كيفاش نزيد في الميزان على الناس ولا مازلتش على الناس يضربني تقول لي ايها انتي مني اتعبري اتوذني السيد قاع الكوانا ديالو واسلع ديالو اللي غالي قدي دارو يزيد علي واحد عشرين كيلو وثلاثين كيلو ولا كانش واحد خلش يشاكل يالو في المحل ولا شي حاجة يطيرو لي يقول لي ما شفتش ولا هدرتش واندبر معاك وش حال ما نحويش واحد منهار اعطاني واحد نماديل واحد السيد كيتقدم عندنا سلعه وقال لي يا باش ما يمشيش عند المنافس ديالي اللي حدايح كان واحد السيد كيتقدم عنده بالكدرة وكيقول لي يا هانتي ش دينا مرتو وعيط عليه وتحروني عليه وصاحبي معاه بهذا المفهوم هذا غير في تطير Tipo لا تنتبه شي حاجة معاه ميت غير رائعني حدث ان كان عامله ما عرفته اب ما عرفته خاليل ما عرفته منتقم كيقول لي يا هاها واش ابقى ح Zug لقد قدمني عنديها لأيه في العام ليبقاش تقدم عندي واحد خاصة وكنت قلتها المرتبة وقال ليها ما تبقاش تقول لي يوصلي العيد وليها دا يعرف لي شبكي يجيها عمها ولد عمها وولد خالها باش تعيط عليه وتقول لي بركة وعسر ما كي جاتش حاجة حس انا عاوتت ليها بالتخبيق قلت ليها شوفي راك يقول ليها هادري مع هذا في يد واش لنا نبقى شاد دهزة ما في المحال يتقدم من عندنا سأجد وأصابي بشيطة المنطقة المحافظة والصوصية سوف أقولون أنني في مفاعر الهدفة و قمت بتطع المطقة كانت في18 عام و أجدت خدمة و أستطيع أن أتزوج أسأل وهذا تزوجني وأتزوجني سوف أصل إلى أحد من سيد ساكوك ترنسبور سوف أعطي سوف أعله لك بعد أثلاث أجهر لم تكن أحد شيء و ديما هذه الجملة الشهيرة دياله تيجي وصحابه للباسع اليوم و تيجي اللي عنده الفلوس و لكن ما تيبغيش يعطاني ديما تيجر سباو يقول يا هادوك تيبيع المخدرات و إذا جراش يحد مزلط تيقول لك اللره ما عندوش كيف مجاة هذا العريس المهم هو كينتاقضه حتى غادي قبل واحد النهار أن يتزوج من العائلة و ياريت كون ما قبلش أنا اللي بقد كان قنعه أنا اللي انتزوج بواحد السيد اللي تيجي لإيطاليا و اللي ما كونش عارفه شنوتي سواء كان يبلي بلي أنه ابا متدين و داخل سقراسه و لكن المظاير كان تخداعه حتى بابا إذا رأيتوه من على بره تعزليه من الرجال غير هو و لكن عندما تعيش معه تعرف الحقيقة دياله و بليه وشيطان في سيفة إنسان هالك اللي قد تمشينا صفرنا الدرجة و يجي هضر معه السيد من العائلة و قال لي راني بغيت بنتك الولدي 19 العام غادي نتخطب من عنده مرة في العام كان يجيب لي عن طريق بابا ذاك الخاطئ بكسوات أو المسمى بالتفكور و احتقربنا نزكيو النهار ديال الخطبة الكبيرة و هنا غا يكون العذاب القليم غادي نوضني مع السيدية الصباح و قال لي هبطل الخدمة باش أنا ما نشوفش داك العريس و ما ندويش معاه و غادي ندوس خطبة بلا بيه و غادي ندوس خطبة بلا بيه و غادي نحكس ليه و دار ليه مشاكيل و عاود قال لي ها ما بقعش عندي ذا الريال زواج و مشيت عند همي و مشيت عند عمي هربانة باش نتزوج باش نهرب من داك العذاب الخطبة و العرس كل شي داز عذاب كان يشد تختي الصغيرة قدامي و قال لي ها انتي غادي نصفتك الامريكان انتي غادي نقريك و ما غاديش تزوجي في العربية و يجيانا يدفل عليا و اذا القنيح دا تيركلني و يحرر فيي العيشة باش نرفض داك الزواج و ما نتزوج انا غادي نشد ضد خرجت من الدار و مشيت عند عمي و دارت العقد اللي ما حضر ليه فيه حتى يحد من غير الناس و عمي الخطيب اللي ولد با راجلي البره و انا بقيت في المغرب رجعت لدارنا وسط العدب لمدة سنة كانت عندي انا ذاك 20 و 21 عام بحلقات غادي ندير العرس و انا هاربع و ثاني عند عمي حيث هو ما بغاش اعيام ها عمي اش غي يقولو فينا الناس بزيز علي انه لما تكون هادي القاعة هو اللي يديني انا و راجلي في الطموبيل فاش كان غادي بنا القاعة كان كي يديني بنا الطموبيل و كي يجيبها بحيلة كان ناوي قتلنا و اللي يقلبها بنا و حالته حالة و ما سلمش على العرس نهار الزواج جيالي تخينوا معايا تيبكي اه تيبكي بمعنى الكلمة و الشي بكي حتاش تندم معا الحال و خا عمرني ما سمعت منه السماحة ولا ندامة ولا تيبكي حتاش ما غايبقاش يلقى على من التعدى من بعد العرس عاو تاني غادي ننجلس عام في العربية حتى دفع لي الراجل الوراق و الحق عليه كيف جيت غادي نوصل الفرس العام و غادي نطلب منه انه ها درجة اللي يخليكم يخرجني باش نشوف تلك الشي ديال الفلامات و تلك الأضواء و تلك الشي اللي باقي جديد عليها ديك ساعة غادي ناكل من عنده تصرفيقة تصدمت ما جاوبتوش و مشيت باش الناس و تبعني و طلب مني المعاشرة الجنسية فاش رفضت زادني تصرفيقة واحدة اخرى تصدمت انا عربت من الوحشية و الحيوان ديالبا و جيت لحنة حيوان واحدة اخرى الله يا ربي الله كيف اش غادي ندير ليها لا غادي ما عارش اشنو كنت بغيت نقول لي و تنقشنا غير هو يزع لي يديه الضرب ثانوية و ما خليتوش يضربني من تماما عمرو ما حط علي ايديه إلا شي مرة قليلة كي غوط كي يعاير كي شير و لكن العصان مباشرة حبسة عليه و حتى هو غادي نكتشفو باللي انه هو نارجيسي ما خلاني نقرأ ولا نخدم و دير لي الصمت العقابي ما عطني قيمة و مهبط مني و كي عيت لي غير بالامية حيث ما كملتش قريتي و اكيد ما عودت ليش الاعتداءات انت عبابا و الحمد لله لانه و كان غادي يعايرني بهم قلت لغير من القليل من العدب اللي كان يدوز على اليابا و كان يعايرني به بقى معي ضروري يخصك تحملي ضروري يخصك تحملي انا راني مزوج بك غير على الولاد كلها لي دماغي تحملت ببنتي دوزت العدب و محسيت لا بو حمد لا بتقل لا بتاشي حاجة خرجها مني و كي تلاعب بي نفسيا نهر نخرج معا تعيط على عائلته كلها اللي كانت ساكنت امه و يخرجهم معانا انا ديك الساعة معي الله مزوجة و عقل الصغر كنت نقول و أخي لابا تحرشه و لامه و لأخوتاته و أخي كنت كالقراساء المطرف هم كانوا تحردوه في نفسي تتخيلوا و انا في صبيطار سيقول لي جمعي حويش كفصك او بطيل يحتش انا مخدامش عندك غير باش يدلني الا انا ما نقدرش راني الله و والده ما حسيت براسي حتى الترفيقه جاتفوه عنده الظهر حزيش ما كان حتى شي حد و ما شا فورتت شي حد أما كون جمعوه سيتدير بنتي ربع شهور و اللي تبغى نخرج للتعلم اللغة و ما خلانيش دهت بنتي عام بداء عوتاني كي دوربيا بنتك كتخرج للجغضة كتلعب و كتبشي مع الدراري كتلعب معهم خاص كتزيدي لها شي بيبي و حد اخر باش تتوين نسبيه و حجي شنا مكلخة ما كانش عند بالي بلي انه باغي يغرقني بالولاد باش ما نخدم ما نديروه و انا تابعه و قلت يمكن عنده الصح غدا يمشي نتشاور مع امر تبا و قلت لها شو ما قال لي فلان في عوض ما تقول لي لا بنتك تتنايا حتى تكبر راجلك خيب و تنصحني غادي تقول لي لا مزيان وولديهم باش تكبرهم دقة واحدة بنتي الثانية اللي حتى هي غادي ندوز معاناة في الحمل دياله كنت اذا كان دوي معه ما تيجاوبنيش قلت حدايا و ندوي معه وافلا وافلا ما يجاوبش و لا يقمعني ما كانش الحوار نهائيا منعدم اذا قلت لي خرجنيك يقول لي يا هزي اولادك اخرجي الراسك جبت حويج باش نترزق فيهم مو حد دولة قال لي لا ما غاديش تطفره حليت قناتي في يوتيوب بقاتب حتى تتدت لي و حيدي الوي في من الدار ديما تحاربني باش انا منوصل الوالو فم بعد عام على بنتي الثانية غادي نهبط المغرب و قلت تربع شهور و قلت مريضة نوبة الحلع و تزديد في الوزن و تنخلع حياتي و قلت نشوفها غير عذاب م بعد ما دات بنتي الثانية تلتني و اللي تلقى ما كتقدرش دخولتها ندرسة قد تقوليها لأستده ديالها را ما كتتجاوبش معايا ديتها عن الطبيب الدينال الترويد حتى غادي نكتشفوا بلي انه السمح غادي يتنقس لها قالوا لنا خاسكم تديروا العملية ديال القوقعة من ديك الوقت و انا تمكي و في حالة احباط كنت اصلا انا مضمرة و ذا بازدت ولا ساكن ما تتعطف معايا ولا حتى مع بنته بنته كعيد لها وسط كل شي غير السمكة اول متنمر على الطفلة هو ابها غادي يوصل الوقت العملية و ذاتها من بعدها شخرجات غادي يشربها و يوكلها علما انهم قالوا لي لا البنت بدتك ترجع الدم عزاكم الله و من تم حالتها كانت ميقوس منها و ما تتحسنتش غادي نقس بيها 12 اليوم في حواض خمس ايام سبيطار حتى التحسنت واحد شوية المهم باختصار البزاف ديالامور اليوم راني تنديها وتنجيبها الترويد و في مدرسات يقولوا لي عاونينا تكلمي معها باللغة ديال البلاد باش يسهل التواصل معها انا كمشي كان طلبوا انا ويعلمني باش نعلمها تيقول لي يا نضبري الراسك منك اليها انا الحد الان باقي كان عيش لمعاناة وبغى نطلق و ما عارفهش مني نبدأ لا لغة لا خدمة و ما عنديش علامة نحط الراس با خاز الفلوس الفيلا والديور والاراضي والمحلات ولا اني ما نقدرش انا غيري اذا بتكون جاي باقي الحد الان كان خاف منه تيبو غيري عنقني كان تحسس منه كان هرب و ما كان بغيش يقسني حيجاش باقي تنشوف فيه شيطان و خا عندي اليوم زوجي لبنات الحد الان انا اليوم تنقول اذا ما طلقتش من هاد السيد غالي نعاود نعيش في نفس المعاناة حياتي القديمة انا اليوم عندي 28 نهام لكل تانية فيها كانت ضايعة النفس سيد جالي مضمرة بغيت غيري نمشي عن طباب نفساني كانوا قالوا لي يا شي بنات اذا عاودت ليه ليداز عليك في صغرك غالي يحيدوا لك بناتك هوتي يقول لي اذا طلقت غالي نحيد لك بناتك و ما غاليش نخليهم لك و غالي ندير لك و نفعل لك وصلوا داع للتهديد انه بشي قتلني انا اليوم اي واحد اسمع قصد ديالي و اللي سكن في ايطاليا ينصحني شنو ندير و باش نبدا انا بغى نعتقراتي و نعتق بناتي انا الحمدلله بنتي كتسمع اليوم بلا براي و المساعدات ديال الدولة هو لي كيديها عمروا ما اعطاني منها شي حاجة حصلتوا باللي ايضا تياخد حتى الدخل على المواطنة اللي خصني ناخده بسميتي تياخده هو باسمي انا انا دبا ما عنديش دلم في جيبي حيثاش عارفني اذا عندي شي حاجة غادي نخرجلي من هالدار اليوم قبل غضاء انا بغى غيرش الجمعية هنا في الطالية اللي توقف معايا و خا تكون فين ما كانت غنى الزبنياتي و نزيد في حالي حيثاش كنحسب راسراني غادي الهاوية لادنيا لادين بعد المرات تنقولو اشتابعاني شي دعواتي اللي بلا واش مومي منين كانت تتموس دعات فيا وخانا كن صغيرة و ما عارفة والو واش انا اللي خرجتلي على حياتها شلا اسئلة اللي مرضوني و ما بقيتش عارفة مني اني بداء عرفكم الناس اللي ساكلون في ايطاليا اعطوني شي حل ختي ما بقيتش عارفة مني اني بداء وحق الله العالمين لاكا نشوف راسي اللي فوق مني والارضاني فوق مني و ما عرفاش ما عرفاش مني اني بداء ما عرفاش خبار بيني تجلو اهلي الهضرة انا مانا رجعت اردو ولكن تنقولي راه عايش بالعدب و قدتلي بغي تيكي يجولي تتلي بغي تيتحملي مسؤوليتك أنا أخويها وأخوتي بقى يقرأوا في المغرب بالفلوس وأنا الوحيدة اللي كنت هنا يوم وأنا يوم نحن الله رحيم إلا أهدرت معي أغاتي كلها إحشي فيه الحضراء بحيتي قولي الطالية الفعل عربية سمحوا لي ولكن هذه هي قصتي وهذه هي كانت حكاية فاطمة أش غادي نقول لكم ولا أش من خاتمة غادي ندير جيت حسن لهذه الحكاية وحبس لي أكلامي على بيلكم باللي حتى كسبت الحكاية وصلت إلى المراحل اللي ما يمكنش يستوعبهم الدماغ وصومتها وش في علنتية صادقة حيش ما صدقتش أختي قصمان بالله العظيم حتى الشي كامل بالصح وعاد ما عاودت لك كل شي قصمان بالله العظيم لحقاشي لبقيت ناجعة لتسينة الله ورونقا حقا كنت تفكر قاع هادك شلدة زعيب لدي طايرة تبارك الله هراه مني كانت عندي سبع سنين حتى قرأت عنده تحضيري عند الأب ديالي ومرت بباق قلت عنده تحضيري من تماكن وانا العذاب تصوري تدريت 19 عام عادة باش تخطب شو بزز 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 تخطب الصحة قصمان بالله العظيم أخشي ما كان كده بعديه ويا الحقيقة مرة ويا شكي تسندك الأب من العذاب عند مولانا جمع قاعد دونه بالزينة والموبقة كل شي كل شي مخلات تحاجة فين غادي حت تجنابه نهار غادي موت واشو من أرض غادي تقبل عليه كانت قلت لي يا فاطيما راني عيت ما ندعي فيه وما زال ما خرجت الدعاوية فيه كان جوابي ليها وفاطيما الدنيا را ربتي اعطى لتي يحب ولي ما يحبش من العباد دياله الدنيا ربي عطيها ليه انه يتبرد فيها دابة بحال فرعا وينشطوه ذنب اللي انه هو رابحة وملهي في المال والزهد والفساد وغادي يجرب ذلك الجهد حتى يوصل القيمة ويبلي بلد انه يوصل ويتمكن وهنا ربي يشدده ويقول ليه اجي تخلص على فعيلك فين امو الفعيل مع امها وفين امو الفعائل معها زينة المحارم بنتك باش يوصل به الحقارة انه يقيس بنته ويتجرأ عليها ما مره مازوج ما عشرة ما شحال من المره وكوكرا على البلاعداد يجب ان يكون وصل الستاج ديال الوحش في السخط ديال المولانا ماذا نقول لكم عافاكم احضوا ولادكم اربيوا ولادكم على التربية الجنسية وتقفوهم فيها وعباد الله اذا تشكوا لكم تقربوا منهم وراء الاغلبية اللي توقعوا فيها الاعتداءات كيخرج شي طرف من فوس العائلة وعيالة الراجل ارحموا الرباي بدياركم وشوفوا فيهم مولانا واذا ربيعتهم لكم حيث اشتيحبكم ويمتحنكم بهم لماذا لا تشجيش لك الطفل وتحضن عليه والدري في عينيك شنو خسرتي وما قبله ما تقبليش تعلبه انا عييت والله يمكن هذه اطوال حلقة عندي في القناة الكلام كثير غدي نخليكم تبدعوا في التعاليق لفاطيما اللي انا صراحة والله يلك تبليا قوية لانها ما خرجت لا تفسد ولا تنتقم ولا تنتحر ولا بزاف ديال حويج فاطيما شوفي انا عندي يقين عندي يقين في ربي وفيك ان شاء الله بلي انا والنهاية ديال غادي تكون زوينة وغادي يجيش احد اللي غادي يعاونك ورغم هذا الخنز واعتدر على هذه الكلمة ولكن هادشي اللي اشتيفي هادشي اللي اعطى الله انا نصيحة واحدة بذن ما يبانش يمخرج وسط هادشي كله تقرب من الله واكيد عندنا متابعين في ايطاليا غادي يرشدوك باش انك تتعتقي من هادشاهي ان شاء الله هذه كانت حكيتنا الليلة سمحوا لي على سلبية اللي فيها ولكن ما خصوصنا ندوزوها مرور الكرام وخصوصنا نستفدو منها عفاكم شاركوا هذه الحكاية مع الناس يستفدو ويفهمو ويعرفو شنو ضير بهم ارى حكاية الليلة كدق ناقوس الخطر شوفو مها شنو عاش وشنو هي عاش وشنو دا بغا تعيش لوليداتها الله اعلم الكلام كتير ولكن سكت محسنش خليتلكم التعاليق ابدعو